صبي عمره سنتين بنامش غير مع موسيقى مبسوط بس الام بتشوف انه مرات بنام بعد ربع ساعة مرات بنام بعد ساعتين بس موسيقى بطلبها وبقدرش الا ما يسمع موسيقى عند النوم انت عارفة مزعوجة الماما مأهورة وبتسألني بتقول كيف اوقف هاي العادة هل هاي عادة سيئة؟ ليه؟ هاي عادة كتير حلوة انت عارفة شو بتعمليله بعقله بعاطفته مثري تثري عم بتوفري له بيئة ثريه لا عاطفته لعقله واذا فيه حتى كلمات مع الموسيقى انا بحب الموسيقى الهادي انا بحبها وبحب انيم كل اطفالي اللي انا ربيتهم والحضنات وكل كتير الموسيقى بتهدي الاعصاب وبترق الذهن وبتخلي الانسان يكون كتير رايق ومبسوط ومش عمله بشكي الولد وانت اللي بتشكي بدك اسا بتكيش بدك تقصري وقتها للموسيقى انا بقول لا خليها بس اذا حاب بتقصري وقتها بدك ياه ينام بسرعة عن ناس طريقة للتدريب الطريقة بما انه عمره سنتين بدك تتعبيه يعني وفري له بيئة حركية وانشطة حركية اللي يتعب في انه يقوم برياضات اللي متمتع فيها طبعا اسا ممكن بجنينة عامة سحسلي مرجاحة ركد طابة سلة ترامبولينا اي فعاليات حركية بتلاقموا وبحبها ممكن كمان اذا بنتمي باسباء بكرة مثلا قدم هو فريق مع صاحب بقله في نادي هذا كتير بيعطيه هيك اثارة ورغبة بعدين بعد ما يتعب ويخلص نهاره بده يروح بنهاية النهار بده نفوت نعمل حمام دافي لحتى جسمه هيك يسترخي ويرتاح يتناول وجبة خفيفة لحتى كمان معته تكون كمان شبعاني ورايئة وبعدين بده يستلقي بتاخته انا بقول قبل الموسيقى بده يسمع صوتك يا صوتك يا صوت الوالد ابوه بيحكي له قصة القصة كتير قبل النوم كمان مهمة ليه لانه عندما بيحاول انه يخلط للنوم بتصير الصور طبعة القصة بذهنه بتثري له الناحية العطفية والناحية العقلية عملنا له احنا افراء بيئة مثري لجسمه من ناحية انشطة حركية وهون انت عم بتساعده بالقصة وبعدين بحط له الموسيقى بصوت واطي واطي جدا وبغفى غفى بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ربع ساعة هاي مش مسؤوليتك هو مبسوط هو راية هو قاعد بكون بسمع وبفكر في القصة اللي حكتيها وكتير بحب كمان قبل النوم اذا قبل الحمام وقبل الوجبي لما يروح ابوه على البيت اذا بطلع هو يا مشوار صغير يسمعه ويحكي يحكي اشياء بتعبته اشياء مبسوط منها برنامج مرأة تجربته اليومية والبابا يسمعه ويصمد ما يتدخل ما يجرب يصلحه ما يجرب يفوت من افكاره البابا اهم اشي يعطيه فرصة للتنفيس العاطفي هون وبنفس الوقت التنفيس الجسماني ويخلد للنوم رايق مبسوط بتتطور شخصيته سويس عيدة